السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة وفيديو جديد كنتمنى يبقاكم باخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة سهلة وسريعة لتنقية الخرشوف وكيبقى محافظ على اللون الأخضر دياله وطريقة الاحتفاظ به في التلاجة بدون مجمد وكيبقى الأطول مدة ممكنة فتابعوا معي الفيديو للأخير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة هنا كما تلاحظوا عندي الخرشوف مباشرة من السوق بديد كنوجد فيه لانه خاصنا نخدموه وهو طري ما نخليوش حتى كيلوة او لا حتى كيدبال كنحيدو هدوك الجزء التحت عني وهناي لابنو لكم هدو العويدات اللي في الجوانب شوية لاويين او لا قاسحين بزاف او لا متاسحين بزاف فممكن تنقصوا منهم واحدة ولا جوج يعني لحسب تخليو فقط هدوك اللي طريين ومزيانين صاف هنا غدل ناخد هدو القطعة هدي كنحيد لها هدوك الجزء اللي تيكون ناشف يعني نحيدوه كننقصوه بهد الشكل هده واول شيء كنبدأ كنحيد في هدو الجوانب اللي تيكون فيهم حد شويكات صغيورين كنحيدوهم هم اللولين ومن بعد كنبدأ كنجرب السكين بهد الشكل هده وكنحيدو هدوك الخيوط كما تشوفوا معايا يعني كنهبطو من الفوق حتى اللي تحت كنحيدوهم بهد طريقة كنحيدوهم بسرعة وكنحيدوهم كاملين يعني حسن من الى قطعتوهم القطع صغيرة حتى نحيدو في اللول هدو الخيوط اللي تيكونو طوال عد من بعد كنقطعوه القطع صافي كنستمر بهد طريقة هده كما تشوفوا معايا كنبدأ كنحيد هدوك الخيوطات بهد الشكل هده يعني احنا غير كنبدوهم وكنجروا الموس وهدك الخيط راكي تتبع بهد الشكل هده وكنقلبو هدك القطعة ديال الخرشوف من الاسفل وكندير لها نفس الطريقة حتى كنحيد الاغلبية ديال هد الخويطات هدو اللي تيكونو في الخرشوف بهد الشكل هنا كيما تشوفوا معايا بعد ما نقيتها من هدوك الخويطات ما ننسوش نديرو يدينا في شوية ديال الحامض باش ما كيكحالوش لنا وباش نحيد هد البيوضة هادي فكنجيب هد الشبكة هادي اللي كانوصلو بيها الأواني واحد لقيت على صغيرة تكون نظيفة تكون نقية وكنبدأ وكنننظفو بيها بهد الشكل كيما تشوفوا معايا كتساعد بزاف باش كتحيد لنا هدهك البيوضة اللي كتكون في الخرشوف كيما تشوفوا معايا بسرعة يعني اسهل طريقة باش تنقيوا الخرشوف كيما تشوفوا معايا وهد الحلفة هادي او هد الشبكة هادي اللي كانوصلو بيها الأواني كتحيد هدهك الخويطات حتى هما انتم ما غاتشوفوا معايا كتجر هدوك الخويطات الرقاق لي مقدرناش نحيدوهم بالموس فهد الحلفة هادي او هد الشبكة كيما تشوفوا معايا ها هما دوك الخويطات كي تجبدو كتجرهم بكل سهولة وفي نفس الوقت ما كتجرح لنا هدهك الخرشوف ديالنا يعني كتحافظ عليه سافي هنا بعد ما كنتأكد ان هدهك الخرشوف نظفته مزيان مزيان حتى كي يبدو يبليل لون دياله أخضر وكنحيدو جميع هدوك الأوساخ اللي كانو او هدهك المادة البيضة اللي كتكون مغطية الخرشوف سافي كان بدا كنقطعو بهذا الشكل هذا هنا موجدة واحد البول فيها الماء وفيها حامضة اللي قطعتها وكان عصرها بهذا الشكل هذا باش كنبدا كنوضع فيها هدهك الخرشوف اللي نقيتو وانضفتو باش كي يبقى محافظ على هدهك اللون الأخضر دياله هنا كيما تشوفوا معايا كنقطعو لكن ما كنوصلش حتى للأخر باش كن هدهك القطعة اللي قطعتها بنفسها كنجر بيها الخيوط اللي بقاو كيما تشوفوا معايا بهالطريقة هادي باش كنحيدو الأغلبية ديال هده الخويطات هادو باش كي يجينا الخرشوف تري ورطب في الماكلة لان هده الخويطات هادو كيخليو الخرشوف يجي يجي مزوينش في الماكلة سافي كنستمر بنفس طريقة وكنوضع في هدهك البول اللي فيه الماء مع القطع ديال الحامض وعصير الحامض بنفس طريقة كنستمر حتى كننقي هده الخرشوف اللي عندي كامل بنفس طريقة كيما تشوفوا معايا كننقص هدهك الجزء اللي تيكون ناشف وتيكون يابس شوية وكنبدأ كننجر هدوك الخويطات بالموس حتى كننحيد الأغلبية ديالذوك الخويطات وكنجيب هاد الشبيكة هادي ديال الأواني اللي طبعا تكون نظيفة كنخليوها فقط لهاد الغارض هادا هي غير قطعة صغيرة من بعد فأنا رميتها مع هاد البقعية ديال الخرشوف صافي كنستمر بها الطريقة هادي وكننظف هده الخرشوف بهذا الشكل هادا وكنحيدو هدهك المادة البيضاء اللي كتكون مغطيه وبنفس طريقة كنقطعو كيمدرة القطعة الأولى وكنحطوه في هدهك الماء اللي فيه الماء آآ معا الحامض باش كيحافظ لين على اللون ديال الخرشوف وكيبقى أخضر ناسع صافي أنا غدي نستمر بهالطريقة هادي حتى غدي نكمل كمية ديال الخرشوف كاملة اللي عندي وهده الخرشوف بعد ما آآ نقيتو ونظفتو كامل بنفس الطريقة اللي سبقو وشفتو معايا آآ كيجي رائع وكيجي نقي مزيان مزيان وكيبقى محافظ على اللون الأخضر ديالو هدا عندي الخرشوف البلدي كيما تشوفو عندي فيه واحد اللون بنفساجي هاد البلدي كيجي رائع وكيجي الديد كيجي رائع يعني تيكون فيه واحد اللون داخل فيه بنفساجي العكس الأخر تيكون كله أخضر صافي هنا بعد ما نضفتو غدي نخليهم زيان مزيان يتنقع في هدهك الماء والحامض ومن بعد فا غادي نجيب واحد صفايا وغادي نصفي حتى تسقطر ليه تماما من هدهك الماء اللي كان مرقد ليه فيه مع الحامض يعني ما كان عاودوش نغسله بالمنقي نخليه بهذاك الماء اللي كان مع الحامض وكنخليه كيه تسقطر حتى كيه تسقطر تماما وباش نحتفظو به في الثلاجة نجيب واحد القريعات ديال الجاج وكنبدا نستف فيهم هده الخرشوف بهذا الشكل هذا يعني إلا كانوا عندكم قريعات كبار فعمل أحسن أو لا تقدرو هكا تديروا ربعات القريعات أو لخمسات القريعات ديال الجاج يكونوا صغيرين على حسب الاستعمال باش ننظموهم وكنحتفظو بهذا الخرشوف هده في الثلاجة وما كيوقع ليه والو كيبقى الأطول مدة ممكنة يقدر يوصل حتى العشر أيام بدون ميك حال ما كيوقع ليه احتشي حاجة ما كيذبال لا احتشي حاجة فقط كانوا نضعوه بهذا الشكل هذا بعد ما تسقطر تماما من الماء وكانوا نضعو معه وحد القطعة ديال الحامض وكانغلقوا على هذيك القريعات ديال الجاج سوف يكونحتفظو به غير في الثلاجة يعني ماشي في المجمد غير في الثلاجة وكيبقى الأطول مدة ممكنة حتى كانوا نستعمله يعني كيبقى من أسبوع 13 أيام وهنا إلا كنتوا مثلا وجدتوا نهار قبل وبغيتوا تستعملوه الغد ليه فلا داعي تديروه في قريعات ديال الجاج فقط فوحد البول هكا ديال بورسولين أولا ديال الجاج وصافي وضعت فيها ذاك الخرشوف وغطيتو بالبلاستيك الغذائي أو السلوفن صافي وكنتستعملوه الغد ليه هنا كيما تشوفوا معايا الخرشوف بعد ما طيبته طاجين ديال الخرشوف كيما تشوفوا معايا كيجي بهذا الشكل كيجي من ألد ما يكون وكيما تلاحظوا معايا اللون دياله تيبقى أخضر ما تيك حالش أو لا تتبدلي اللون دياله تيبقى رائع وكيجي رطب وكيجي من أروع ما يكون كنتمنى فيديو اليوم يكون أعجبكم وتكونوا استفتوا منه وتجربوا هالطريقة هذي لتنقيات الخرشوف وكذلك الطريقة ديال احتفاظ به تيبقى الأطول المدة ممكنة تستعملوه من سمانة أو لأسبوع احتر عشر أيام بلا ما يوقع ليه حتى شي حاجة كنتمنى فيديو اليوم يكون مفيد لكم وإلا أعجبكم ما تبخلوش عليا باللايك تعليق اشتراك إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة بارتاج مع العائلة والأصدقاء لتعمل فائدة وانتلقوا إن شاء الله في الفيديو الجاي إلى اللقاء